موسيقى في الواحد والعشرين من سبتمبر عام الفين واربعة عشر اجتاحت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء ومن هناك اعلنت انقلابها على الشرعية اليمنية وفي الواحد والعشرين من مارس عام الفين وخمسة عشر اجتاحت ميليشيا الحوثي محافظة تعز تحت مظلة ذلك الانقلاب هناك في العاصمة صنعاء سيطرت على كل مؤسسات الدولة وادارت من خلالها انقلابها وهنا في تعز اجتاحت فروع تلك المؤسسات ونهبتها ودمرتها بشكل لم نشهده من قبل في مناطق اخرى والسؤال هنا لماذا تعز؟ اشتركوا في القناة بالعودة الى حيثيات المرور الاول لميليشيا صالح والحوثي لمدينة تعز نجد ان تفاصيل المرور كان مختلفا عن بقية المحافظات التي دانت لها بالولاء مبكرا فما حدث في محافظة تعز هو اجتياح مسلح بالمفهوم الادق اجتياح حشد لاجله كافة الامكانات البشرية والعسكرية بتخطيط مسبق بين قوى الانقلاب الرئيسية في المصدر وبين قوى داخلية اي من داخل المحافظة ارتأت في ذلك الانقلاب مبتغا لوأد مشروع انشاء دولة يمنية حديثة نشدتها ثورة الشباب السلمية التي انطلقت شرارتها من هذه المدينة وبالفعل تم الاجتياح والسيطرة على ابرز المرافق الحكومية والخدمية دون استثناء مجموعة من الاشخاص كانوا ساكنين في فوق وانتقوا نوع من الناس ما شلوش الناس كلهم انتقوا ناس معينين لهم يعني سطوتهم بالمجتمع لهم نفوذهم لهم علاقاتهم كثيرة فدخلوا من بابهم قلسوا مدة حالا انهم يعني ما فيش لهم اي دور حالا انهم جماعة كذا ينشروا يعني تقول نوع من العقيدة او الدين وانهم من الصيبين وانهم من الصلاح كان في خطة انه الحوثيين يكونوا البديل الثاني بدل الاخوان المسلمين وتبقى السلطة على ما هي معا الاطراف الاخرى اللي كانت تمثلا بالمؤتمر الشعبي العام وكذا بينهم مجموعة من الاشخاص من حق الجحملية يعني صرفوا لهم السلاح بدلوا لهم البياس ودلوا لهم دخلوا مع اسكر الامن المركزي لما سمح لهم قائد الامن المركزي هم كانوا رايحين الى عدن اصلا واق نزلوا من صنعة بعد اكتيح دمار واب نزلوا الى صنعة نزلوا على اسف بيروحوا عدن خارقوا الشبان اتقطعوا بالامن المركزي وعملوا هناك وقماتوا ديك اليوم عشر بطا القرصاص ومدري ايش كلا بدأ اكتيح تعز من هذيك العيام من خلال تتبعنا للاماكن والاحياء التي ركزت عليها الميليشيا بداية المرور برز امامنا حي العرضي حي يعد اهم الاحياء الاستراتيجية والحساسة في قلب المدينة فهو يضرب بجذوره الى ازمنة غابرة بدءا بحكم الدولة الرسولية ومن بعدهم الاتراك الى ان اتخذه الامام احمد مقرا لعاصمة مملكته في تعز حين نقلها من صنعاء بكل مقوماتها البشرية والعسكرية الذي لم يقف اي مقر العاصمة عند حدود المكان بل توسع مرورا بالجحملية وثعبات حتى منطقة صالة شرقا الامام احمد لو انها سكان في اليحملية او كانت عاصمة الامام احمد نزل هو الحاشي حق وكل اللي كانت مع قائد الحراس مع الطباق مع اللاق يعني كل الطاقم حقه فسكنوا هنا لما قامت الثورة ثورة تعايشت مع الناس وتصالحوا مع الناس وعاشوا كيمنيين كلهم ما في شيء حتى اللي كانوا مع الامام احمد تعايشوا فيها الناس زيود وأتراك وأحباش ويهاود أنت في أسر يهاود يا عاشرة أسلمت وأصبح اسمه المسلماني والمتدي ولا عندنا معاهم أي مشاكل بالعكس عشنا وتزاوقنا وتصادقنا وتحاب وكل إلى الآن بنفس النهج سعى النظام السابق إلى تعزيز مكانة هذا الحي بطريقة تجمع فيه أغلب الفروع الرئيسية للمؤسسات الحكومية والخدمية كالفرع الرئيس للبنك المركزي اليمني ومقر إدارة أمن شرطة المحافظة وقيادة المحور العسكري ونادي ضباط الشرطة والمتحف الوطني ومقر الشرطة العسكرية ومبنى مؤسسة الجمهورية للطباعة والنشر وكلية الأداب وغيرها من المرافق حيث العرضية كانت كمثل مسقة راس علي عبدالله صالح أو المكان القيادة والعاصمة حقها علي عبدالله صالح فمن هنا نبأ علي عبدالله صالح هم هنا كانت قوتهم مستمدة وسلحته ورجالهم موجودين في منطقة هذه منطقة القراش التي كانت تمويل العسكري والحرس الجمهوري ومنطقة صالح الدولة كلها هنا المؤسسات الحكومية كلها هنا الأمن البنك المركزي كلية العلوم والتربية يعني سأما تقول المحوار قيادة المحوار نادي الضباط الدولة كلها هنا المحورة هنا في العرضي ولده أصبح السبب للصراع وهذا مع أنه مثل ما تقول دائرة مغلقة مثل ما تقول يا أستاذ هو قلعة محصنة يعني قد جاء خططي الإمام من قبل هذه التوليفة المجتمعة إضافة إلى التركيبة السكانية المتداخلة سهلت أمام ميليشيا الإنقلاب مهمة الاجتياح والسيطرة على هذه المنشآت تؤكد الشهادات الموثقة بأن ما كان يعرف بالحرس الجمهوري وميليشيا الحوثي تقاسما الأدوار وإكمال المهمة إذ تولت الميليشيا إدارة الحي والأحياء المجاورة فيما أوكلت مهمة إدارة المؤسسات وحمايتها لقوات الحرس الجمهوري وبدأ كل بتنفيذ مهمته الأول في أخذ التموضع والتحشيد والثاني في نهب الموارد والتعطيل والله هذا نشوف كان كله قد أخلي المنطقة هذه وكان بيد الحرس والمتحوثين مسدين كانوا بهم يعني مسدين الحاس ماسك البنك ماسك الإداء ماسك الحديقة ماسك الصحيفة ماسك بيت الرعيس ماسك يعني ما عد بيقيل له هنا مثل ما قلت لك هنا الدولة كله المنشآت الحكومية وهذا بالقسم هذا وجد المرتع في العرضي لأنه في يعني أي شيء قل لك في أساس له في إدارة الآمن في القيادة في المتحف في الميدان في الحي الذي فيه فيه له طقوس مشابعة نفس الطقوسة اللي عيشة فيها فيها في الأنباء في المناطق حقه دخلوا من الحاس كثير بقسم أنهم متحوثين بلابسين مدنيين وغيرا بس مسلحين بقسم أنهم من حاوثاوه وهم حاس وحنا نعرف وهم نعرف ولما بدأ المؤتمر يصفي حساباته مع الأخوان عبر التكاء على الحوثيين وهذه كانت من الأخطاء الكبيرة يعني أوك الخلافة السياسية هذه حلة بخلافة سياسية ما تستخدم لي رجال الدين وقوة الدين لأن يدقي على دمار الكل أصلا زي ما حصل الآن ما كادت ميليشيا الحوثي وقوات الحرس حينها أن تأخذت موضوعها في حي العرضي والمنطقة الشرقية كاملة حتى تفاجأت بحركة الرفض الشعبي لتواجدها تطفو على السطح من وسط المدينة عندها ذهبت الميليشيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بدأتها بعملية تعطيل المؤسسات عن تقديم خدماتها ومن ثم فصل شرق المدينة عن وسطها وغربها أعقبت ذلك بعملية تكثيف تواجدها المسلح على حدود تواجدها في المنطقة وختمت تلك الإجراءات بعملية غربلة للسكان المتواجدين بالحي متبعة سياسة من ليس معنا فهو ضدنا ما بدأوا الحوثيين يشوفون نسل يعني الذي انتموا للبيت يعني لا للبيت وغرروا عليهم وأشعروهم أنه هم أصحاب النفوذ الأكبر راحوا من هنا برضو لا إيران أربعين واحد بعد 2011 رجعوا الشبان بأفكار قديدة وإضافة لأنه قد كان في سلفيين داخل الإحملية وفي كل الأطياف موجودة كان يحاول استقطبك على أساس إقناعك إن الطائر الثاني غلط وأنا الذي على صح لكن لما بدوا حصلوا ثقل بالميدان وهذا وكسبوا ناس وكسبوا هذا بدوا يستغنوا عن الذي يعني ما بيتبعهمش بدوا يستخدموا العنف المتحوثين بدوا يدخلوا العيالة المنطقة اللي هم أصحابهم وإخوانهم بيوتهم وعبيوا بنفس البيوت يدخلوا للبيوت يشحبوا العيال من بين أهاليهم بين مكالفهم ومن النساءهم لا نداري ولا لي علم وإحنا إحنا مساكن لنا بداخل بيوتنا نقزع لنا بعداً بسنا كل واحد يشكع على نفسه كل واحد يخرج إطارة لقمة العيش ما خلوناش حالنا لا أمن بداخل بيوتنا ولا أمن بالشارع نخرج خائفين ندخل خائفين نرقد إحنا خائفين المجاهد المكبري خارقنا الحربان ويالي تسلمون إحنا بالحربان والحربان خارقوا بعدنا لقطوا الناس هذو الناس حتى الذي يعني فيه أحقاد شخصية أقا وقته أخذوا ناس كثير وشوف يا أستاذ فهدنا الحربان ومن خارق والله إلى الصالح في ناس والله ما لهم داخل الله حد الآن لا هوب مع زيد ولا مع عمر مأسوعين لا حد الآن في ناس مخفيين لم يقف العبث الميليشيوي عند حدود العقاب الجماعي لسكان المدينة من خلال إيقاف المؤسسات الخدمية والحيوية بل ذهبت إلى اتباع سياسة التصعيد العسكري وأشعلت حربا عبثية على مجتمع مدني لم يكن يوما يفكر أن البندقية التي كان يعدها صمام أمانه تتحول إلى نحره لتخطف قلبه وتهدي مداره لما انقسمت تعز كذا أصبح هذه المنطقة كلها تباع الحارسة والحارس كان القدر الحارس من عند النقطة الرابع كان معهم هناك دبابة ومتمركزة وكل شيء تضرب للأخوات هنا القيادة مع أنه كان مثل ما تقول أتي داخل وتقمعات من العسكار وهذا كل شيء وهم كانوا يفتحوا لهم باب يدخلوا كذا لعند الإداية كنا نخرج إذا خرجنا السوق ما نحنش متأكدين نحن بنروح سلام في أيام أيام كانت تشتد الإشتباكات ممنوع خروقك لخلال ثلاث أيام أربع أيام وأنت داخل بيتك محاصة ما تعرفش تخرج من قد لو فتك بابك رصاص لو فوقه ويعرفوك المشكلة يعرفوك الطرفين هنا ولا هناك تقيل أنت شيء تدخل الضغط هذا كان يتغير الأوضاع من شارع على شارع لأن تمشي هذا الشارع ما فيه بوش اشتباكات تقضي عملك وأنت راجع قد هذا الشارع اشتباكات نقلس داخل من يومان من ثلاث ما نقلش نخرج ولا خرجنا ما نسمع إلا موات جنبك بالشارع موات ذي نكاب الشارع من ثلاثة ما نخرج قنا صمو ما نخرج حتك كلهم ما سمش عليهم حتبق قرق قنا صمو والله إني حتبق قرق عند النفط رابا قنا صمو الرقل قتل بكلابة القراص مقنوس بالسقف من دليل كم لما بقي شواني على السنة والنص أسينو بالسقف قاهوسوا عادي أصا جابس دوروا هنا عندهم محابس كلهم عد من جامل عد من دريمان عد من دريمان ما حصلناش رقعوا شقوا عيال لذون المقاومة سللوا من الشقة هذا من النقنب كذا فتحوا ببيت من شقة دخلوا مرة أولة ما هسوش حد رقعوا مرة ثانية قالوا يقوموا من هذا المقاومة قالوا له بنتي هو معاهم كان قالوا قاهم سرقوا الدباب حق يداك ومدرموا يشلوا سرحوا دخلوا ملخص غالا كأول وهو باطل عملنا للساق فوقوا بدلتهم المطار وبقامة النوم والجزمة لهنا نطلع من اللينا بين المطار موكا هنا قنصوا فقنصت يعني بالرق قالوا يقول لك شلونه كاهم ساعداء سا شلونه بس يا أخي بحياته كلها قد راح يغترب ممكن خمسة عشر سنة وأقا معظم رشوية فتح له دكان الدكان هذا قاعدت له بقضيفة الآن لا عد في ما ولا دكان ولا بيت ولا ضوء كيف بيعيش هذا الإنسان؟ من في بايقون؟ من في بايقون؟ هو عائلة هذا هي صلوح يعني عام ونصف العام ومليشيا الإنقلاب تعبث بحياة سكان مدينة تعز من خلال تمركزها في حي العرضي حربا وحصارا قتلا ودمارا سلبا ونهب جعلت من كل شيء جميل في هذه المدينة مباحا لصلفها عطلت الحياة برمتها وما لم تستطع تعطيله أوكلت مهمة التعطيل لمليشيا رديفة أرضعتها أفكارها وغذتها بثقافتها ليأتي دور طيران التحالف العربي ليقضي على البقية الباقية من مقدرات شعب وحياة مدينة الحاجة المهمة المهمة مثل أجهزة مثل كمبيوتر مثل الخزانات المالية الخاصة بالبنك هذا قام أخذها عند انتحابه وقد وضحوا هذا بأكثر من منشور أما بالنسبة لتسهيله من الأشخاص عاديمين الضمير أو المندسين بين فرد المقاومة أو المندسين بين فرد الشعب يقوموا بنهب وسلب هذه وإنهم سمحوا لهم سمحوا لهم أن ينهبوا واشرق قبل أن يغادروا وبعد أن يغادروا أخذوا معهم جميع المعدات والأجهزة والحاجة المهمة مهرتهم وعملهم أنهم يسرقوا المؤسسات وينهبوهم أول بدأوا بصحيفة الجمهورية وبعدين رجعوا صلى البنك وبعدين المحور قد انتساف من يومه ضرب الساروخ الأول واحتزت المنطقة كلها خمس دقائق وأقل من خمس دقائق والساروخ الثاني أثناء فوقها واهتدت العمارة ما حادثة طائق رب لا هناك قلست كذا الغبار وهذا نشوفه لحنا لا مغرب أبناء المنطقة المتحوثين نزلوا طوقوا والحرس قد طوق لا الليل الساعة يعني قبل المغرب روحوا بالمواطنين روحوا بالنا الكل ما نقوم للصبح قالوا نشوفه قدهم يناقلوا من داخله سلاح قد نقلوا طول الليل نقلوا حاجات المهمات السلاح التقيل وهذا لا الصبح قالوا المواطنين إلا دخلوا لقوا طولهما لم يازوا الكاسي حق القيادة وحصل هذا كل هذا الدمار بسبب أنه ما كانش في مشروع دولة ما كانش في مشروع وطني حاضن لكل الطاقات أضرار بالغة وأرقام متفاوتة وتفاصيل حياة متداخلة لم نجد لها توثيقا أو إحصائيات دقيقة أدخلت الحزن على كل بيت والحسرة على كل قلب هي خلاصة حرب ميليشيا صالح والحثي في حي العرضي والمناطق المجاورة له بشكل خاص ومدينة تعز بشكل عام حرب لا زالت خلاصتها شاهدة للعيان على المنازل المدمرة والمؤسسات المعطلة والمرافق المنهوبة والوجوه المكلومة هذا الدمار يمكن أن يكون تسعين بالمئة يعني ما تحصل عشرة بيوت مخربة وبيت أو دكان صالح ما بنوش حاجة الذي يكون داخل داخل مش بخط النار بحين كان الحوث يرمي والأك يرمي والذي بتعرض الخراب هي البيوت هذه خمسة سنة وحنا بنى الحارب بنى القاتل ومقتاله والدماء نخرج على دم نخرج ندخل على دم على قنص على بكاء وكل بقعة لا أمل لا بداخل البيوت ولا بخارج كان يقول له واحد لا أمان بداخل البيت ماذا حين ما عابش أمان لا بداخل البيت ولا بخارج واحد يقول لي يذكرني قالت تذكر زمان لما كنا نمشي وجهال يردموا كلب وحنا نقول لهم حرام عليكم ما في علبكم قال الآن كنا نمشي وناس مسلحين يسحبوا الواحد يقتلوه بالشارع وحنا نقول له حرام عليكم ما عمل بكم يعني كأنه زيه زي هذا كالكلب اللي كنا نفرع له يعني مناظر أشياء يعني أشياء مفزعة حقيقية فعلا ما هو لحصرات ما عمل فيش معي حاد هنا أخوتي كلهم مشردين لذي في في كل بلاد حتى يعني بالنسبة لخارج الوطن مسافرين ما فيش أحد لحل ما بلنا عايش أنا أمي وخي واحد من أخوتي بس حارة حقنا كلها فاضية ما فيش أحد ما دام أنت أجي تنقلب على التسوية السياسية وعلى المشروع السياسي وعلى الاتفاق وعلى يعني كل المخرجات الوطنية اللي الناس تفقوا عليها وأجي أنت شي تفرض سيطرتك وتفرض سلطتك بقوة السلاح وأفكارك العقديمة وأفكارك العقيمة ما قد ما تقدر تفعل ذا ولولا الناس ممكن يتعايشوا معك وهذا هو النتيجة اللي حاصلة الآن في حد متعايش مع الحوثي بأي مكان لو لا بس أنه ماسك فوقهم السلاح أنه الناس ممكن يخرجوا عليه باليوم الثاني هكذا أرادت ميليشيا الحوثي وصالح أن تجعل مدينة تعز مدينة محاصرة ومدمرة ومعطلة وفوق ذلك النزيف المستمر لأرواح المدنيين والأبرياء الذي تتسبب به ميليشيا الإنقلاب برصاصها وقذائفها المنهالة على الأحياء والمنازل بشكل يومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر